خلينا نشوف تقرير للرائع طبعا يعقوب السعدي أحد يعني الناس اللي أنا على المستوى الشخصي بحبهم جدا جدا ودايما بيكون تعليقاته وتصرحاته وكلامه عن مصر بشكل عام أكتر من رائعة بيبدع فيه طبعا أحاديثه طبعا هو رئيس قناة أبو زبي الريادية بيتحدث تعالوا نشوف تقرير بيتحدث عن مباراة النادي الأهل وزمالك وهذا النهاية التاريخي وبصراحة يعني زي ما بقلت يعني يعقوب السعدي لما بيتكلم عن مصر أو النادي الأهلي بيتكلم بقمة الإبداع وده يعني مش غريب على يعقوب السعدي اللي هو دايما يعني يمتعنا ودايما جماهير النادي الأهلي ليها رابط خاص كمان بيعقوب السعدي من حب وتقدير تعالوا نشوف التقرير ونرجع مع حضرنا ترجمة نانسي قنقر وماذا بعد وماذا قبل وماذا بينهما ترى في كل مرة أتحدث فيها عن مصر ماذا أريد عن مجد أبحث عن آلاف اللايكات والشير أو أن أسبق الغير لماذا أنا ولماذا مصر لماذا أجمل ما عندي أجده في رحابها لماذا أتشبث بأي مناسبة فيها لأطل عليها أم إنها من يطل علي شارد أنا من كتاب تاريخ قديم أم مسني جني وأنا هناك في رحاب أهرامها أم أن محبة الفراعنة أصابتني فالفراعنة ليست لديهم لعنة أم شربت مرات من ماء النيل فأعود إليها الكثير حتى لو كان عبر الشاشة والأثير ما الذي لدي الآن هل بقي عن مصر ما لم أقوله قبلا عشرات التقارير التي قلتها وآلاف الكلمات التي رددتها ألا تكفيها حقها أو كثيرا من حقها هل سأمضي في ذات الدرب المعاد وأغزل من مفردات القديمة قصيدة جديدة أو نصا يبدو جديدا أم ماذا ولماذا الإصرار دوما أن أتحدث عن مصر وما سر تلك الفرحة التي تغمرني وأنا أتحدث فيها أو عنها دعوني أصارحكم إنني أدري ولا أدري لقد جبت دروبا كثيرة تجولت فيها من الاسكندرية إلى البحيرة إلى طنطا بلد السيد البدوي والمحلة وقطعا القاهرة وذهبت إلى الصعيد صدقوني فيها بإمكاني أن أدعي إنني سعيد فيها في دروبها أحمل مع الوطن ليصبح وطنا في وطن فيها أتدثر بالطيبين وأنتشي بأناشيد الصوفية في الحسين والسيدة زينب وأنسى نفسي في تاكسي وأقفز واقفا في مركب بالنيل فيها لا شيء كما في غيرها كل الأشياء تكتسب قيمة إضافية لأنها في مصر فلا الباص فيها كما في غيرها ولا الدروب ولا الزحام ولا حتى الضجيج بعض ما يورقنا في غيرها فيها يبدو وكأنه شيء بهيج دعوني أصارحكم إنني الآن أتخلص شيئا فشيئا من كآبات أيام ثقال أنسى لبعض الوقت أنباء كورونا وقلقي وأنا أتابع رحلة البحث عن لقاح وكأنني أحد المعنيين بالأبحاث وأنا أتحدث عنها قطعا أستحضر تلك صور المزركجة كرسومات قديمة على جدرانها كلها من فسيف ساء ومرمر وأنا أتحدث عنها أجول بين تاريخها كعشاقها الكثر أولئك المريدين على أعتابها صدقوني مصر ليست كغيرها نحن نتذرع بالأهل والزمالك وبقمة القرن كي نأتي إليها فهي القمة وهي البطولة وهي الكؤوس والدروع والذهب مصر أم الدنيا أيها المحبون تلك الإطلالة عليكم ليست كلاما وكفى صدقوني سبقها الكثير مصر تشغلنا ونحن بعيدين عنها فمن جاءها لا يبريحها وإن سافر دعوني أصارحكم إنني وفي واحدة من لحظات إنكار محب تسألت لماذا مصر أم الدنيا بعدها فقط ألقيت بسؤالي في جب العولمة بدت وكأنها تعاقبني تعاقبني على الجرأة لا على الإنكار تعاقبني وتسألني كيف وقبل أن تسأل اتخذت القرار السيدات والسادة ويا جمهور الأهل والزمالك ويا عشاق الدوريات الأوروبية والبطولات هل تقرؤون دوما عن مصر؟ أشك مصر أم الدنيا لأنها من حملت الدنيا على كفها وعلمتها كيف تكون الحياة مصر من علمت البشرية الحب وقالت عنه إنه هبة السماء الذي تسكبه الطبيعة في كأس الحياة لتلطف مذاقها المرير مصر من أطلقت على المرأة قديما لقب جميلة الجميلات وسيدة الأرض وسيدة النسيم والنجم المشرق في مطلع سنة سعيدة مصر من علمت الدنيا الطب والعلاج وصناعة العقاقير وتركت مخطوطات كل ما فيها مذهل ومثير مصر من عرفت الحساب الشمسي منذ أكثر من ستة آلاف عام وعلمته للأمم من بعدها مصر علمت العالم الزراعة والحصاد وعم خيرها على العباد مصر عرفت الصناعة وكان أهلها أول من صنع الزجاج والملابس والحلية والنمارقة والمرايا مصر القديمة أنشأت المدارس وأطلقت عليها دار الحياة مصر القديمة علمت الدنيا الفنونة الرسم والنحت والتمفيل والغناء مصر يا سادة ليست هباء مصر يا سادة أكبر جدا من مباراة مصر من يجب أن يكون لها الهتاف والغناء والتشجيع والحب مصر ليست فقط أهل زمالك مصر أروع من ذلك مصر أم الدنيا وسيدة الدنيا والشمس التي تشرق كل صباح على الدنيا مصر آذان في الأزهر بصوت عبد الباصط وتواشيح الفجر بصوت طوبار تدق بعدها أجراس الكنيسة في العباسية لتتعانق الألحان في جوف السماء مصر أغنية لعبد الوهاب بألحان بليغ وكلمات رامي تصفق لهم أم كالثوم الجاليسة في شرفة بصحبة شوقي يسمهم في لوحة واحدة جميعا مختار مصر كل هذا الضياء وكل ذاك النهار مصر ليست تلك الأشياء التي تزعجك مصر ليست فقط أم الدنيا صدقوني هي أجمل ما فيها قولوا لي كيف كانت ستصبح الدنيا لو لم تكن مصر يا أهل مصر تشبثوا بمصر هنيئا لكم مصر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة